ده سمير البطل بتاع فيلمنا أما ديفا بتكون رينا وفيلمنا بيبدأ وهم اللي كنين متجوزين ورينا وقفة ومسكة جريدة وعليها صورة سمير ومكتوب إن شركته خسرت في البورصة وأعلنت إفلسها وبعدها بتفتكر الماضي لما كانت في دار أيتام وللأسف هي وصحابها بيكونوا كبروا ولازم يسيبوا الدار وده بيخليها تروح الكنيسة وبتفضل تدعي لإنها مش عارفة هتعمل إيه في حياتها ولما بتكون خارجة بتقابل سمير بالصدفة وبيعجب جدا بجمالها وبيحاول يتعرف عليها وهي كمان بتبدلوا نفس الشعور وبيكتشف إنها عايشة في دار أيتام وملهاش أهل فبيقرر إيديها لقب آلته وهيكون اسمها رينا كنا ومع الوقت بيكونوا صحاب وبيقربوا البعض وبيخرجوا في كل مكان والإعجاب اللي بينهم بيتحاول لحب وبعدها بيعملوا مراسم الزفاف وهم اللي كنين بيتجاوزوا ولما بنرجع لوقتنا الحاضر سمير بيسأل على الجريدة وهي بتجدب عليه وبتقوله مش موجودة لكن وهو بيفطر بيشوفها مرمية في الزبالة فبيدق جدا وبيقول لها أنا عارف إنهم كتبيني إن شركتي خسرت وعلنت إفلاسي وياريت ما تخفيش علي وأنا قادر أحل كل مشاكلي وهرجع أقف على رجلي تاني وبعدها بيسيبها ويمشي علشان عنده انترفيو وبيدور على شغل ولما بييجي الليل بتسأله عملت إيه في الوظيفة فبيقول لها محدش عايز يشغلني معاه فبتحاول تطمنه وبتقوله أنا بحبك وهفضل جنبك فبيدحك وبيتاري على كلامها وبيقول لها وأنا كمان بحبك بس أنا إنسان وقعي وعلشان جوازنا يفضل ناجح لازم يكون معنا فلوس وهي بتكون مصدومة من كلامه ومش عارفة تساعده إزاي وتاني يوم بيقابل صاحبه وبيعرف إن تصريح العمل بتاعه بيخلص وكل الشركات مش محتاجة حد في التخصص بتاعه والحل الوحيد إنه يسافر لمدينة تانية ويبدأ من أول وجديد وفعلا بيقتنع بكلامه وبيروح يبلغ رينا لكن هي بتعترض إنها تسيب المدينة فبيقول لها ده قرار نهائي وحضر الشنط علشان هنسافر صنغفورة وفعلا بتسمع كلامه وبيوصله المطار وسامير بيديها فلوس علشان تشتري هدايا لنفسها ولما بتكون ماشية في المكان بتغبط في أكاش بالصدفة وهو أول ما بيشوفها بيعجب بيها وشكلها دخل دماغه وبعدها ريتا بترجع لسامير وبتقول له نحفظ على كل الفلوس اللي معانا وفي الوقت ده بيديها جواز السفر بتاعها وبيقول لها أنا وانتي مش هنركب طيارة واحدة وانه هيسافر صنغفورة علشان يشتغل هناك وهي هترجع لهن وتعيش مع أمه وابوه وبيطلب منها ما تصعبش الموقف عليه وتوافع على كلامه وهي بتكون في حالة صدمة وبتترجع علشان تسافر معاه لكن للأسف بيرفض وبيفضل مصمم على قراره وبعدها بيودعها وبيتأسف لها على كل حاجة بيعملها وبيسيب المكان ويمشي وهي عمالة بتعيط ومش قادرة تصدق انه سافر وتخلى عنها بكل بساطة وصعبان عليها نفسها ومش عارفة تعمل ايه وفي الوقت ده أكاش بيشوفها بالصدفة وبيلاقيها منهارة فبتطلب منه وتعمل مكالمة من تليفونه وفعلا بتتسل بينينا صاحبتها وبتعرفها كل حاجة حصلت لها وما بتكونش عايزة تسافر الهند فبتقول لها خليكي عندك وانا هبعتلك واحدة صاحبتي شغالة في المطار اسمها تياء وهتساعدك وفي الوقت ده أكاش بيتصنت عليها وفرحان ان جوزها سابها وبيعرض انها تقعد في الكافيب بتاعه لحد ما صاحبتها تيجي وفعلا تيها بتروح لها وبتعرفها على نفسها وبنكتشف ان هي وأكاش اصحاب وشغالين في المطار مع بعض وبتاخدها البيت وبتحاول تطمنها وبتقول لها انا عندي علاقات كتير وهقدر يجبلك وظيفة بكل سهولة بعد ما جوزك اتخلى عنك وهي بتتدايق لانهم شايفين ان سامير باعها وسافر وبعد فترة بتعمل انترفيو وبتستلم الوظيفة وفي نفس الوقت ده بتبلغ أكاش ان رينا هتشتغل معاه في المطار وهو بيكون فرحان جدا ومش مصدق نفسه وكالعادة بيروح يتكلم معاها وعايز يتعرف عليها وبيتفقوا هما الاتنين يكونوا صحاب ودايما بينادي عليها وبيقول لها السيدة كنة وبعدها بتكلم سامير في التليفون وبتقوله انها ما سافرتش وهتشتغل وتعتمد على نفسها فبيكون متدايق منها وبيسألها اذا هتعملي كده وبيفضل يترجعها تسافر الهند وإلا هيسيب الوظيفة وهيرجع لها تاني فبترفض كلامه وبتقوله ده قراري ومش هرجع فيه وبتطلب منه يكمل طريقه وما يبصش وراه ويكون انسان ناجح ودا بيخليه زعلان جدا وكل واحد فيهم بيختار طريق عكس التاني والمسافة اللي بينهم اصبحت بعيدة وكلها مشاكل وبعد مرور شهر رينا بتروح لأكاش وبتديله تمن المكالمة اللي عملتها من تليفونه فبيكون رافض وبيقولها اعزميني بيها على العشا وعايز يقرب منها ولما بيخرجه بيشوفها سرحانة وبيقولها بطل تفكري في سامير لانه مش هيرجع عليك فبتتدايق منه وبتعرفه ان سامير سابها علشان ينجح في حياته واول ما هيوصل لهدفه هنرجع لبعض تاني فبيتري عليها وبيقولها يا ترى كل ما هيحصل له مشكلة جديدة هيبعد عنك وبيعرفها ان الراجل الحقيقي ما بتخلاش عن مراته وبيفضل جنبها الاخر يوم في عمره ومع مرور الايام بيقربوا البعد جدا وبيكونوا صحاب اكتر من الاول ولما بتيجي ليلة راس السنة بتفضل تشرب وتذكر وما بتكونش في عيها وبتتصل بسامير لكن ما بيردش عليها ومن ناحية تانية هو بيشوف التليفون وبيلاقيها اتصلت كتير وبنعرف انه اشتغل في وظيفة جديدة وبيقرر يرجع لرينا علشان يخليها تعيش معان وتاني يوم الشرطة بتروح لمكان شغلها وبيطلوب منها تجد التصريح العمل لانه قرب ينتهي وفي الوقت ده صحابها بيحاولوا يقنعوها لو عايزة تفضل في استراليا لحد ما سامير يرجع لازم تروح المحكمة وتعمل استمارة زفاف على اساس انها تتجاوز اكاش وتأجل قرار ترحيلها وهي بترفض كلامهم ومحترة جدا ومش عارفة تعمل ايه لكن في النهاية بتوافق لانها مجبرة وما فيش حال تاني ولما بيوصلوا المحكمة رينا بتتسأل اكاش انت ليه بتحاول تساعدني ووفقك تتجاوزني بالرغم انك انسان عازب فبيقول لها انا مؤمن جدا بالجواز عن طريق الحب وبيعرفها ان ابوه امه انفصلوا عن بعض لانهم اتجاوزوا بطريقة تقليدية ودايما كان في مشاكل بينهم فبتتأثر بكلامه جدا وبتشكره على كل حاجة بيعملها معاها وتاني يوم بيكون موجود مع صاحبه وبيقوله لازم تقول لي رينا انك بتحبها وفعلا بيقتنع بكلامه في الاخر وبيحط خطة معاه وعمال بيجهز نفسه علشان يقولها الحقيقة لكن في الوقت ده سامير بيرجع من صنغافورة وبيسألهم عن واحدة شغالة في المطار اسمها تايا وبيتفاجئ ان هو جوز رينا وكل حاجة بيعملها بازت ومن ناحية تانية رينا بتعرف ان سامير رجع علشان يخدها وتسافر معاه فبتروح تقابله بعد غياب طويل وبيكونوا عاملين يعياته ومش عارفين يصدقوا كل حاجة بتحصل لهم وفي نفس الوقت بتعرفوا على اكاش وتايا وكل صحابها اللي ساعدوها وهو بيشكرهم لانهم وقفوا جنبها طول فترة السفر وده بيخلي اكاش مدائق جدا وعمال بيفكر ازاي يدمر علاقتهم ببعض ولما بيرجعوا البيت بيتأسف لها علشان سابها وتخلى عنها ومع ذلك فضلت جنبه للحظة الاخيرة وبيوعدها عمره ما هيباد عنها تاني وفي الوقت ده تايا بتروح لهم وبتقولهم ان صاحب البيت طردها من شاقتها وما فيش مكان تاني علشان تعيش فيه وأكاش وصاحبه بيعرضوا عليها تعيش معهم في شاقتهم لكن بترفض لانهم شباب فبيقرر سمير انها تفضل مع رينا وهو يروح لبيت أكاش وصاحبه وبالشكل ده خطتهم بتكون نكحت وقدروا انهم يبعدوهم عن بعض وتاني يوم بيتفقوا على خطة جديدة وهي انهم يخلوا سمير يسكر ويصلطوا بنت علشان تخويه ويخلوا رينا تشوفوا وهو بيخونها وفعلا بيروحوا الواحدة اسمها حسينة وبيطلبوا منها تنفذ المهمة بتاعتهم وتوقع واحد في حبها وهي بتوافق على كلامهم وبتقولهم دي حاجة بسيطة جدا وتاني يوم بياخدوا سمير وبيوضوا البار علشان يتحقوا عليه وحسينة بتفضل ترقص وبتقدم النمرة بتاعتها وبيفضلوا شربوا خمرة كتير جدا وعايزين يخلوا يفقد الوعي وفعلا بيرقص مع حسينة وبالشكل ده خطتهم بتنجح ولما رينا بتوصل المكان سمير بياخد باله منها وبيوقف رأس وبيروح يقعد على البار وبنلاقي ان اكشفوا صاحبه وهم اللي سكروا والخطة بتاعتهم بازت وسامير بيفضل يتحك وبالتريع عليهم وتاني يوم ساعة البريد بيسلم اكش رسالة وبيعرف ان المحكمة حددت معاة جوازته مع رينا ومن ناحية تانية سمير بيشوف رسالة موجودة في البيت وما بيكونش فاهم اللي بيحصل وبعدها بيشوف رينا وبيسألها ازاي تروحي المحكمة وكنت عايزة تتجوزي اكش وليه خبيتي عليها الحقيقة ودايما بتتكلمي عنه بطريقة كويسة فبتقوله لانه الوحيد الوائف جنبي ووافق يروح معايا المحكمة علشان تصريح العمل بتاعها خلص في الوقت اللي انت كنت سايبني ومتخلي عني فيه فبيقول لها مدام اكش الملاكي الوائف جنبك فممكن تحول الجواز المزيف بتاعكم لحقيقة وبيخيارها يا اما تسافر معاس غفورة او انه يطلقها وينفصله هما الاثنين عن بعض ودا بيخليها مصدومة جدا من كلامه ومش عارفة تعمل ايه وبتفضل تعيط وبتحكد صاحبتها وكل حاجة حصلت وفي نفس الوقت هو في الشارع وبيشرب خمرة ومش مستوعب كل تصرفاته وبين انه زعلان وعمال بيعيط وصعبنا نفسه عليه ولما بيرجع البيت بيلاقيها بتحضر شنطة هدومها علشان تسافر معاه وبعدها بتقوله انا واكاش صحاب وما فيش اي حاجة بيننا ومستحيلة سيبك او تخلى عنك وهو بيقولها للاسف كل تصرفات اكاش معاك بتثبت انه بيحبك فبتكرر تروح تقابل اكاش قبل ما تسافر مع سمير وبتسأله هو انت بتحبني ولا احنا صحاب فبيقولها اي حد هيعرفك ويقرب منك هيقع في حبك لكن للاسف محدش هيقدر ياخد مكان سمير في قلبك وده بيخليها فرحانة جدا وبتشكره علشان سعيدها كتير واقف جنبها وفي الوقت هداء كاش بيودعهم علشان مسافرين وبيستسلم للأمر الواقع بالرغم انه بيحبها والسامير بيسأله هو انت حاولت تخطف مراتي مني فبيقول له اه حاولت وكان نفسي فيها الصراحة وهم الاتنين بيفضلوا يتحكوا وبيتفقوا يكونوا صحاب ولما بيركبوا الطيارة المضيفة بتقدم لهم الورد وبتكتشف رينا ان اللي بعته اسمه كنة وبتشكر سمير عليه لكن بيقول لها اكاش هو اللي بعته لك مش انا وبتعرف في الوقت ده انه دايما كان بيقول لها السيدة كنة لانه اسمه في الاساس اكاش كنة وكان بيتمنى تكون مراته وتشيل اسمه وهي مستغربة جدا وسامير عمال بيتحك وبعد مرور فترة بتوصل واحدة المطار واكاش بيعرف ان حبيبها تخلى عنها وسافر في طيارة تانية وهي اتأخرت عن رحلتها فبيبدأ يتعرف عليها ويقرب منها لانها عجبته جدا وشكلها دخلت دماغه لكن بيتفاجئ لما بيعرف ان اسمها الحقيقي رينا والانسان اللي كانت هتتجوزه اسمه سمير فبيفضل يضحك وبيحس ان القصة بتاعته بتتعاد من تاني ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد